هنأ سم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلان الشبابي والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلة البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة تحقيق مملكة البحرين ميدالية ذهبية خلال مشاركتها بدورة الألعاب شبه الأولمبية البرالمبية وذلك عبر حصول اللاعب فاطمة عبد الرزاق على المركز الأول بلعبة رمي الجلة فئة 35 وكذلك احتلال اللاعب رباء العمري المركز السابع عالميا في هذه الدورة بلعبة رمي القرص فئة 55 كما وهنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وصاحبات السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبراهيم الخليفة قارنة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد بمناسبة ختام مشاركة البحرين في هذه الدورة أن هاتين النتيجتين المشرفتين جاءتا بفضل ما تليه القيارة الرشيدة من رعاية ودعم دائمين لقطاع الشباب والرياضة لسيما لرياضة ذوي الإعاقة مما ساهم في تسجيل ظهورها المشرف وتحقيقها لإنجازات الرياضية البحرينية الأمر الذي منحها تواجدا قويا بين جميع المنتخبات بمختلف المحافل والمشاركات الإقليمية والقارية والدولية وأضاف سموه أن الحكومة الرشيدة استطاعت ترجمة التوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البلاد المفدة عبر تنفيذها للخطط والبرامج الهادفة لتطوير البنية التحتية للقطاع الرياضي بالمملكة وأوضح سمو الشيخ خالد أن ما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من جهود واضحة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التطويرية ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الرياضة ذوي الإعاقة والذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الحضور القوي لها في مختلف مشاركتها وحظها للإنجازات وأبرزها ما تحقق اليوم في الألعاب شبه الأولمبية وقال سموه أعرب عن فخر واعتزازي بتحقيق الرياضة ذوي الإعاقة البحرينية للميدالية الذهبية التاريخية بالألعاب البرالمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نهني الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيجة الخليفة وجميع الأعضاء بمناسبة تحقيق اللاعب فاطمة عبد الرزاق الميدالية الذهبية في هذه المشاركة واحتلال اللاعب روبا العمري المركز السابع عالميا بلعبة رمي القرص فالإنجازين يعكسان الجهود المبذولة من قبل إدارة الاتحاد التي وضعت البرامج الكفيلة لتطوير هذه الرياضة مما ساهم في ارتقاء المستوى العام للمنتخب الوطني لتحقيق هذه النتائج ورفع اسم البحرين عانيا في مثل هذه المحافل وقد أشهد سموه بالمستوى المتميز الذي ظهرت به اللاعبتان في هذه المشاركة والذي يؤكد أنهما تتمتعان بقدرات وإمكانيات عالية استطاعتا من خلالها تحقيق هذه النتيجة المشرفة مضحا سموه أن اللاعبتان مذجين حقيقيين ومشرفين لتحدي الإعاقة والإصرار على تحقيق الهدف المنشود مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري والتي أهلت اللاعبتين لهذه المشاركة وتحقيق هذه النتيجتين المتميزتين ترجمة نانسي قنقر